السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد التاسع والاربعون من سلسلة رويات رجل المستحيل الضربة القاضية ما الاسلوب الجديد الذي اتبعه أدهم صبري مع المافيا في هذه الجولة؟ هل يستمر تعاون جروشو مانياني وسونيا جرهام ضد أدهم صبري؟ ترى هل ينتهي الصراع في هذه الجولة؟ ومن سيفوز يا ترى بالضربة القاضية؟ استمع للتفاصيل المثيرة لترى كيف يعمل رجل المستحيل لوحة مفاتش الشرطة الإيطالي مارشيلو بذراعه في تحية عامة وهو يعبر ردهة قسم الأبحاث الجنائية في روما بخطوات سريعة وأجابه العشرات من رجال الشرطة المنتشرون خلف مكاتبهم في الردهة وغمغم أحدهم وهو يتأمل مارشيلو الذي دفع باب مكتب رئيس البحث الجنائي وولجه دون استئزان عجيب هو مارشيلو هذا إنه شديد الإخلاص لعمله ولكنه لا يدري شيئا عن أصول اللياقة ابتسم رجل آخر وأجاب ومن يبالي بأصول اللياقة في مهنتنا هذه يا صديقي القبور تمتلئ بمن اتبعوها من رفاقنا هز الرجل الأول رأسه في أسف وقال أعتقد أن هذا صحيح يا صديقي ثم أرضف في اهتمام لقد حاربنا نحن المافيا لسنوات وسنوات دون أن نلجح في هزيمتهم مرة واحدة وما أن ظهر ذلك الرجل الذي يطلقون عليه اسم شيطان المافيا حتى انهالت الهزائم على المافيا كالمطر فقد حط مكازن القمار التابع لهم وصحيفتهم وأين انتهى به كل هذا يا رجل لقد اختفى تماما بعد تبادل النيران الذي أيقظ روما كلها منذ أسبوع في قصر جروشو منياني عجد الأول حاجبيه وغمغم في قلق هل تظن أنهم نجحوا في التخلص منه هذا الثاني كتفيه وقال هذا السؤال يقلق الجميع يا صديقي وأراهنك أنه محور حديث الرئيس مع مارشيلو أراهنك بألفية ليرة لو كان بإمكانهما سمع ما يدور في حجرة رئيس البحث الجنائي لفاز الثاني على الفور فقد كان الرئيس يسأل المفتش مارشيلو في اهتمام ألا دايك أنباء عن شيطان المافيا حرك مارشيلو رأسه نفيا وقال ولا خبر واحد حتى التحقيق الذي أجريناه مع جرشو ورجاله في الأسبوع الماضي لم يسفر عن شيء كالعادة فلقد ادعى الجميع أنهم تعرضوا لهجوم مجهول والقانون يكفل لهم حق الدفاع عن أنفسهم زفر رئيس البحث الجنائي في ضيق وقال أعتقد أنهم قد انتصروا هذه المرة أيضا لمرشيلو ابتسم مارشيلو وهو يقول كلا يا سيدي فلو أنهم فعلوا لنشروا الخبر بكل الوسائل الممكنة حتى يستعيدوا سطوتهم ثم شرد ببصره وهو يستطرد إن ما أعتقده حقا هو أنه ابتعد قليلا استعدادا للجولة القادم لمعت عين الرئيس وهو يقول في جزل نعم أعتقد ذلك ثم عاد يموت شفتي في أسف ويقول من المؤسف أن يصير شيطان المافيا هذا إعجابنا كله ثم نضطر الاعتباره مجرما ونسعى للقبض عليه ولكن القانون هو القانون للأسف تم تم مارشيلو في هدوء القانون ليس صورة العدلة الوحيدة يا سيدي هز رئيس كتفيه وقال ولكنه عملان الوحيد يا مارشيلو أومأ مارشيلو برأسيه موافقا في دجر ثم رفع عينيه في شرود وهو يغمغم ولكنني أتساءل أين هو؟ أين؟ دلفت الصحفية الشابة صوفيا إلى واحدة من حجرات منزلها الصيفي على شاطئ مصيف نابولي الإيطالي وتأمنت في مونة توفيق التي انهمكت في تنظيف مدفع رشاش ودارت ببصرها تتأمل أدهم صبري الذي استرخى في شرفة المنزل المطلة على شاطئ البحر وقد أغلق عينيه ومد قدميه فوق مقعد مقابل وهمست صوفيا وهي تسأل مونة أهو نائم؟ هزت مونة رأسها نفيا وقالت لا إنه لم يضغ طعم النوم منذ البارحة عادت صوفيا تتأمل أدهم في إشفاق وغمغمت في حنان ما الذي يقلقه إلى هذا الحد؟ أقلقت لهجتها الحنون مونة وبعثت في قلبها بعض الغيرة وهي تجيب إنه غير راضي عما فعله حتى الآن هتفت سونيا فيه دهشة كيف؟ لقد دمر مرزم منشآت المافيا واء أجابها أدهم هذه المرة دون أن يفتح عينيه هذا بالذات ما يضايقني يا عزيزتي صوفيا ثم فتح عينيه ونهض من مقعده وهو يردف في ضيق هذا الأسبوع الذي قضيته هنا جعلني أرى الأمور على نحو المخالف لقد كشفت أنني من خلال صراعي مع المافيا قد تحولت إلى مجرم مثلهم وليست هذه الوسيلة المسلى لمحاربة المجرمي هتفت صوفيا ولكن الجميع يرون أنك بطل لوح بضراعه وهو يقول لا يعنيني ما يراه الجميع فقراهيتهم للمافيا جعلتهم يعجبون بأفعالي أما أنا فلا سهد الصمت لحظة وهو يتأمل البحر الممتد أمامه قبل أن يستطرد إنني منذ البارحة أبحث عن وسيلة نظيفة للقضاء على المافيا دون تدمير المنشآت وتعريض العشرات للخطر وتهدج صوته وهو يردف في حزن وسيلة تشبه تلك التي كنا نفعلها إبان عملنا في المخابرات المصرية تبادلت مونة وسوفيا نظرات قلقة في حين استعد صوت أدهم صرامته وهو يستطرد إنني أخطط للجولة الأخيرة للضرب القاضي بلا رحمة تحرك جروش مانياني في ردهة قصره في بطء عقدا كفيه خلف ظهره وهو يقول لسونيا جرهام التي استرخت في ثوب قصير فوق أريكا أنيكا تدخن سجارتها الرفيعة وتنفس دخانا في بطء لم تتضح الأمور بعد يا سونيا فلقد اختفى أدهم صبري تماما وأوقف كل نشاطاته ضدنا وكأنما قرر أن ينهي المعركة عند هذا الحد متت سنة شافتيها وقالت فيه دوء كلا يجرشو لقد أبلغني رفاق في الموساد أن أدهم صبري قد فقد عمليه في المخابرات المصرية بعد أن حطمناه بكشفنا له في الصحور وأصبح مجرد فرد عادي لا يتلقى أي مساعدة من المخابرات المصرية وهذا في حد ذاته يعد انتصارا لنا وهزيمة لأدهم ستدفعه بالتالي إلى مزيد القتال والرغبة في الانتقاء استمع إليها جرشو في اهتمام ثم لوح بكفيه وهو يقول ولكنني لن أنتظر حتى يبدأ قتاله يا سونيا إنني أسعى لمهاجمته أنا هذه المرة أسعى لقلب المائدة على رأسه قبل أن يخطو خطوة واحدة ابتسمت سونيا في غمود وقالت سنفعل يا جرشو سنفعل لم تكد تتم عبارتها حتى ارتفع رانين الهاتف فأسرعت تلتقط سماعاته وتقول في لهفة هنا سونيا جرهام من المتحدث تقلقت عينها فجأة وهي تهتف أهو أنت يا كهان كيف حالك؟ هل لديك أخبار جديدة؟ ازداد تقلق عينيها وهي تقول في انفعال هذا رائع لقد أنجزتم عملا رائع يا كهان ثم وضعت السماعة واستطارت تقول لجرشو في مزيد من الانفعال هل رأيت ما يمكن أن أفعالك المساد يا جرشو؟ هل رأيت كيف أننا نتفوق على المافيا؟ عقد جرشو حاجبيه وهو يسألها في غضب ماذا تعنين يا سونيا؟ نهضت في حماس وأطفقت سيجارتها في عصبية وهي تقول هل كنت تعلم أن الصحفية الصوفية تمتلك منزلا أنيقا على ساحل نابولي؟ عقد جرشو حاجبيه وغمغم في توطر؟ لا وماذا يعنيه ذلك؟ ابتسمت فيه فخر وأجابت يعني أن أدهم صبري يختفي هناك يا جرشو ولقد رأاه رجالنا يجلس في شرفة المنزل منذ الصباح منذ شروك الشمس بركت عين جرشو في شراسة وغمغم وهو يضغط أسناني في قوة رائع يا سونيا وأعتقد أن هذا سيكون آخر شروك يرى صديقنا أدهم فقبل الشروك التالي سيكون جثة هامدة سأقتلوا هذه المرة بلا رحمة بلا رحمة على الإطلاق تناول الصحفي فيبو واحدة من أكواب القهوة التي أعدتها صوفيا وقال وهو يتطلع إلى باب حجرة أدهم المغلق عجيب أدهم هذا من لا يعرفه يظن أنه أكثر أهل الأرض خمولا إنه لم يغادر حجرته منذ الصباح أجابت مونة في هدوء سيدهشك ما سيفعله عند مغادرتها يا سونيور فيبو ابتسمت صوفيا وهي تقول في حنان إنه يدهشني دائما فهو رجل عظيم عقتت مونة حاجبيها وقالت في غيرة إنه لم يعد يدهشني على الأقل فتح أدهم باب حجرته فجأة عند هذه النقطة وابتسم وهو يقول في هدوء قلبي يحدثني أنكم تتحدثون عني دحك فيبو وقال يا إلهي إننا نفعل منذ الصباح يا رجل وها نحن أولاء في الحادي عشر ونصف مساء ولم نرك بعد قالت مونة في اهتمام هل توصلت إلى الخطة المناسبة يا أدهم ابتسم أدهم وقال إلى حد ما يا عزيزتي مونة كادت مونة تسأله عن تفاصيل الخطة لو لأن اندفعت صوفيا تقول في لهفة ألا ترغب في تناول الطعام ارتسمت على شفتي أدهم ابتسام جذابة وهو يقول سأتناول أي شيء ما دمت أنت ستعدينه يا عزيزتي صوفيا تهللت أسارير صوفيا في حين قطبت مونة حاجبيها وقالت في صخط ألن نتحدث في تفاصيل الخطة أولا اندفع فيبو يقول نعم كنت أحب أن قاطعه أدهم فجأة بإشارة من يده وبدأ وكأنه يصغى في اهتمام بالغ إلى شيء ما مما أثار قلق الجميع وهمست مونة وقد عاودها شعورا مخاطرة أهناك شيئا ما أجابها أدهم وهو يقطب حاجبيه أعتقد يا مونة لقد خيل إلي أنني أسمع صوت مدفع رشاش يعدل الاستعمال هتف فيبو في دهشة مدفع رشاش قاطعه أدهم مرة أخرى بإشارة من يده وقال في صوت هادئ صمتا يا سينيور فيبو وفي خفة النمر تسلل أدهم إلى نافذة الردها واختلص نظرة سريعة منها ثم ابتسم في سخرية وقال لقد خال الطريق فجأة من المرة يا سادة وأعتقد أن الجولة القادمة لنا مع أوغاد المافيا ستبدأ بعد لحظات الهجوم الليلي أتقن رجال المافيا خطتهم بقدر الإمكان هذه المرة وعملوا في خفة ومهارة باذلين أقصى جهدهم كي لا يشعر بهم أدهم إلا في اللحظة الحاسمة في البداية عزلوا منزل سوفيا عن كل البيوت المحيطة به وأخلوها من سكانها في صرامة وقصوة وهم يحذرونهم من التفوق بكلمة واحدة ثم عزلوا تلك المنطقة من الشاطئ والطريق في سرع وخشون حتى أصبحت لهم السيطرة الكاملة على المنطقة وهنا بدأوا زحفهم الحذر للإحاطة برجل المستحيل ورفاقه وكل اثنين منهما معا في زحفهما كانوا ثلاثين رجل مسلحا بالمدافع على الشاشة يتحرقون نحو المنزل في خفة وبدأ الخط تهزيل مرة شديدة الإحكام حتى أن أحدهم همس في أذن رفيقه في فخر أراهن كأنه لن يفلت هذه المرة لقد صاغ دونجرشون خطته في مهارة أجابه زميله في همس حذر انتظر حتى ناصل إليه يا رجل إنني لن أثق بالفوز على هذا الشيطان حتى أرى جثة هامدة تحت قدمي انتفت جسدهما فجأة حينما سمع همسا سخيرا يقول من خلفهما أفسح الطريق أيها الوغدان فأنتم تعوقون الطريق إلى المنزل استدار الرجلان إلى مصدر الهمس في سرعة وذعر وقد قرر أحدهم إطلاق النار على المتحدث في حين اعتزم الآخر الصراخ لتنبيه باق الرجال ولكن أحدهما لم يصل إلى ما كان يسعى إليه فقد هوت قبضة أدهم اليمنى على فك أيصرهم كالكمبلة وانطلقت قبضته اليسرى تهشم أنف الثاني كالصاعقة ليسقط الرجلان في صمت أمسك أدهم بالرجلين وجذبهما بعيدا عن المنزل ثم أسرع إليه في خفة الفهد وتسلل إلى سيارة صوفيا التي قبعت ساكنة هناك واحتل مقعد القيادة وهمس متحدثا إلى منا التي تجلس إلى جواره وصوفيا وفايبو اللي زين يجلسان في المقعد الخلفي اخفضوا رؤوسكم جميعا فما أن أدير المحرك حتى تجدوا أوغاد المافيا في كل مكان سأله وفايبو في قلق هل تظن أنهم يجرؤون على إطلاق النار على الرغم مما قد ينشأ عن ذلك من تنبيه لرجال الشرطة ابتسم أدهم في سخرية وقال رجال الشرطة سينهمر رصاص علينا كالمطر قبل أن يصل أول رجل الشرطة يا صديقي غمغمت صوفيا في قلق وهل ستصمد السيارة أمم كل هذا الوابل من الرصاصات هز أدهم كتفي في لا مبالاة وقال لست أدري يا عزيزتي صوفيا سنختبر ذلك بعد لحظات ثم أردف ويدير محرك السيارة ويا له من اختبار لم يكن صوت محرك السيارة يرتفع حتى تصمر رجال المافيا جميعهم دفعة واحدة ثم صاح زعيمهم في توطر اللعنة إنهم يحاولون الفرر بالسيارة أسرع إلى هناك اندفع رجال المافيا كلهم إلى مكان السيارة التي اندفع بها أدهم بغطة محطما بابه الخشبي ومنطلقا وسط رجال المافيا في حين جلست إلى جوار مونة التي أبرزت مدفعها الرشاش من نافذة السيارة المجاورة لها وأطلقت منه النيران في غزارة وجوابتها رصاصات رجال المافيا التي هبطت على السيارة كالمطر محطمة هدوء نابولي ومحولة إياها إلى حلبة للصراع تلقت السيارة المسكين عشرات رصاصات فتحطم زجاجها الأمامي برصاصة مركت إلى جوار أذن أدهم تماما وأخرى خدشت ذراع مونة وثقب أبوابها الأربعة ببعض طلقات نارية وأن هيكلها المعدني من فرط ما ارتطم به من رصاصات ولكنها أطاعت قائدها الجسور الذي كان يدير عجلة القيادة في مهارة ليدور حول رجال المافيا أو يرتطم ببعضهم ليشق طريقه خارج حصارهم وصح زعيميهم في جنون الإطارات أطلقوا النار على الإطارات سمع ركاب السيارة الأمر في اللحظة نفسها فزاد أدهم من سرعة انطلاقه حتى لهتها محاركة السيارة وهو يحاول الاستجابة الأوامره وأصيبت عجلة قيادتها بالجنون وأدهم ينطلق بها في خط المتعرج محاولا تفادي سيلة الرصاصات وفجأة انفجر إطار السيارة الأمامي الأيصر وتبعه الخلف الأيمن وترنحت السيارة وتأرجحت وبات من المحتم أن تنقلب رأسا على عقب ولكن قائدها كان أدهم صبري كان رجل المستحيل تحولت قبضتها أدهم إلى قطعتين من الفولاز وهو يقبض على عجلة القيادة وتحرقت في الوقت ذاته كمطاط لدن وهو يديرها في خفة ومهارة مسلتين ليحافظ على توازنها ويواصل اندفاعيها عبر رجال المافيا صاحة مونة وهي تشير إلى نقطة على الطريق؟ يا إلهي لقد أقاموا حاجزا خشبيا لقد منعوا المرون من المنطقة لم يبالي أدهم بعبارتها وإنما صاح في صرامة؟ احني رأسك يا مونة حانت مونة رأسها في اللحظة ذاتها التي اندفع فيها أدهم نحو الحاجز الخشبي غير مبالي برصاصات التي انطلقت نحوه ثم حان رأسه بدوريه عندما ارتطم بالحاجز الذي صدمه الجزء العلوي من السيارة في قوة كان لها صوت كالكمبلة وأطار سكف السيارة تماما في حين وصل أدهم اندفاعي بها ليبتعد عن منطقة الحصار امتزجت أصوات رصاصات رجال المافيا بدحكة أدهم الساخرة وهو يقول لقد نجونا هذه المرة أيضا يا سادة اهتدلت سوفيا ورفع فيب رأسه في الزهول مع تأرجح السيارة القوي وهي تندفع بأقصى سرعتها مع وجود إطارين تالفين ثم هتفت سوفيا في الزهول لقد تحولت سياراتي الجديدة إلى حطام غمغم فيب في صخط صهي يا سوفيا المهم أنك أنت سليمة أدهش وأدهم حينما قال في هدوء أعتقد أننا لن نبقى هكذا طويلا يا صديقي فقد ثقبت رصاصات هؤلاء الأوغاد خزان الوقود ومبرد السيارة ولن نلبس أن نتوقف وأعتقد أن سيارات هؤلاء المجرمين ستلحق بنا بعد لحظات اتسهت عينا سوفيا رعبا في حين هتف فيب في زعر يا إلهي بعد كل هذه المعجزات التي فعلتها لم يكن يتم عبارته حتى ارتجفت السيارة في قوة وأصدر محركها صوتا كحشرقة قوية قبل أن يهدر هدرته الأخيرة وتتوقف السيارة تماما هتفت مونة في حينك يا إلهي كفز أدهم خارج السيارة وهتف في لهجة آمرة اتبعوني يا رفاق سنحاول الاختفاع في هذه الغابة القريبة وهمرتهم فجأة أضواء سيارة قادمة من الاتجاه الآخر فبطر أدهم عبارته وعقد حاجبي في حزب وهو ينتزع مسدسه من حزامه ويشير إليهم قائلا اختفوا داخل السيارة فربما كان هؤلاء الأوغاد قد أعدوا خطة احتياطية لمبغاتتنا في حال هروبنا كفزت مونة إلى جواره وهي تمسك مدفعها رشاش وقالت في سرامة في هذه الحالة سأشاركك المصير نفسه لم يعلق أدهم على عبارتها وإنما ظل صامتا جامد الملامح وقد تعلق بصره بالسيارة القادمة التي اقتربت منهم في سرعة حتى أصبحت أمامهم تماما فتوقفت وأخشى دوئها القوي عيونهم لحظة قبل أن يرتفع من داخلها صوت مرح يقول باللغة العربية يا إلهي أهكذا تستقبلان صديقا قديما ومسدس وما تفع رشاش اتسعت عين مونة دهشة في حين حقد أدم حاجبيه وغمغم في سخرية أحقا ما أسمع أطفأ قائد السيارة ضوءها المبهر وخادرها في بطء وهو يبتسم في مرح ولم تكاد مونة تراجس ديه البالغة البدانة حتى هتفت في جزل عصبي يا إلهي كم تساعدني رؤيتك في هذه اللحظة يا قدري إنك تبدو لي كملاك حارس ضحك أدهم وهو يقول في سخرية ولكنه أخصر الملائكة الحارسة بدان يا عزيزتي أطلق قدري دحكته المجالجلة المرحة في حين دفع أدهم يصافحه في حرارة أمام أعين فيبو وسوفيا المزهولتين وسأله في اهتمام أليس من العجيب أن نلتقي بك هنا في هذه اللحظة بالذات يا صديقي؟ تطلع قدري إلى الطريق ثم قال في مرح الأمر يبدو لي مزهلا بقدر ما هو مفرح يا عزيزي الأصدقاء ولكنني سأؤجل الشرح حتى نبتعد عن هنا فمرأة هذه السيارة المسكينة يؤكد لي أنكم خرقتم لتويكم من مطاردة قاسية ثم أشهر إلى الأضواء التي تقترب بسرعة وأردف وأن المطاردة لم تنتهي بعد الهدية احتل أدهم مقعد القيادة في سيارة قدري وجلس هذا الأخير إلى جواره في حين تكدس فايبو وصوف يومنا في المقعد الخلفي وهتف قدري في مرح هل تعلم أنها أول مرة أشارك فيها في إحدى مطاردتك يا أدهم؟ ابتسم أدهم وقال وهو ينطلق بالسيارة معزر يا صديقي ولكنني لنأمنحك هذه الفرصة هتف قدري في دهشة كيف؟ إنهم يطاردوننا أليس كذلك؟ ضحك أدهم وقال في بساطة لا يا صديقي إنهم ينطلقون خلف سيارة سوفيا ولكننا سننطلق بسرعة إلى جوارهم في الاتجاه المضاد عائدين إلى نابولي ولن يشك أحدهم لحظة في أننا نملأ سيارتك ضحك قدري في جزل وقال هل تعني أنك ستغدعهم؟ ابتسم أدهم وقال وهو يعبر سيارة المافيا الخامس في سرعة لقد فعلنا بالفعل يا صديقي كهكه قدري في جزل وقال أنت رائع دائما يا صديقي حتى في الإدبار فمن المفروض أنهم فجأوكم بالهجوم ولن يتوقعوا حصولكم على سيارة أخرى بهذه السرعة وأراهن أنهم سينهمكون حتى الصباح في تفتيش المنطقة المحيطة بالسيارة المحطمة وتألقت عينا مرحا وهو يردف في خبس هل تعلم أنني أفضل ذلك؟ فلقد دفعت تأمينا ضخما للسيارة هذه السيارة الفاخرة وسيؤلمني تحطمها في مطاردة ابتسم أدهم وقال إنك لم تخبرني بعد كيف وصلت إلى هنا يا صديقي البديل هتف في مرح سأخبرك بكل شيء يا صديقي حينما نصل إلى المنزل غمغمت منا في دهشة المنزل؟ أجابها قدري في سعادة؟ نعم يا عزيزتي لقد استأجرت لكم منزلا أنيقا في قلب روما نفسها وسنصل إليه من طريق آخر صحيح أنه كلفني كل مدخراتي تقريبا ولكن هذا لا يساوي شيئا ما دمت سأشارك هذه المرة في إنقاذ رجل المستحيل وأرضف في مرح أي فخر يفوق هذا؟ ألقى فيبو جسدي المنهج فوق أقرب المقاعد إلى باب الشقة الفاخرة التي استأجرها قدري في قلب روما وهتف في راحة؟ يا إلهي لم أظن أننا سنصل إليها أبدا واشتركت صوفيا ومنا في الجلوس على الأريكة الواسعة بادية الإرهاق في حين أشار قدري إلى الشقة وقال في مرح هل أعجبتك شقاتي في روما يا عزيزي أدهم؟ أمسك أدهم بكتف قدري وقال في هدوء إنك لم تجب عن سؤالي بعد يا صديقي كيف فعلت كل هذا؟ إننا نقيم معا في القاهرة ولكننا لم نلتقي مرة واحدة بالمصادفة فكيف تأت هذا في إيطاليا؟ ابتسم قدري وقال الأمر ليس مصادفة بحتة يا صديقي وإنما تحتل المصادفة الجزء الأخير منه فقط عقد أدهم سعديه أمام صدري وقال حسنا أنا في غاية الشوق لسماع القصة كلها أترك قدري لحظة في صمت ثم عاد يرفع رأسه قائلا لقد خلفت قوانين المخابرات كلها حينما أسررت على البقاء في روما بعد التحطم كفي ومسرح حازم يا أدهم ولقد صدر بناء على ذلك قرار جمهوري بفصلك وحرمانك من معاشك وردبتك كما أخبرتك مونة ولا شك بعد أن هرعت إلى هنا فور استقالتها ولكن أحدا في الإدارة لم ينس أنك إنما فعلت ذلك للانتقام ممن أساء إلى أحد أفراد المخابرات المصرية كان من الممكن أن يكون أيهم منظرا لأن اللوائح والقوانين تمنع مكافأتك في حال فصلك فقد قررنا جميعا بما في ذلك المدير أن نمنحك هدية هدية وداع تطلعت مونة إليه في حيرة في حين عقد أدهم حاجبيه وغمغم فيه هدوء هدية أو ما أقدر برأسه إيجابا وقال نعم يا صديقي ولما كانت الهدية تتناسب والضرورة مع مكانت صاحبه وقدراته فقد كان من المحتم أن تكون هدية المخابرات العامة المصرية إليك شيئا فريدا ابتسم اللحظة ثم عاد يردف ولما كان من الطبيعية أن نعثر عليك لتسليمك الهدية بدأ رجالنا في التنقيب عنك مستخدمين كل قدرات المخابرات المصرية ومهارتها وخبرائها وخبراتها أضف إلى ذلك معرفتها التامة بك ومأسلوبك التي قادتهم إلى استنتاج مكان اختبائك بعد معرفتهم بوجود منزل صيفي لصوفيا وكلفت أنا تسليمك الهدية فحضرت إلى هنا واستقررت ذلك المنزل الأنيك وهذه السيارة الفاخرة وكنت في طريقي إليك حينما التقينا ظهر التأثر على وجه أدهم لحظة ثم غمغم وما نوع الهدية يا صديقي التقط قدري حقيبة كبيرة وضعها فوق المائدة وفتحه وهو يقول ها هي زي صديقي ثم أشار إلى محتوى الحقيبة العديدة وقال حقيبة أدوات تنكر كاملة بها أحدث ما توصلت إليه مختبراتنا لتلوين البشرة والشعر والعينين وكل الأدوات اللازمة لصنع أقناعتك التي تهواها ومجموعة من أحدث أجهزة تتصنط وأقواها وأصغرها وبعض الخامات اللازمة لصنع المتفجرات سريعة المفعول ومسدس أنيق يمكن تحويله إلى مدفع رشاش عند الضرورة وأخيرا جوى الصفر خاص يتيح لك العودة إلى القاهرة واقتما يحلو لك جوى الصفر دبلوماسي ما رأيك في هديتنا إليك يا صديقي لم يزد أدهم على أن قال في صوت المتهدج عظيمة ثم أشاح بوجهه إلى النافذة وكأنه يخفي الإنفعال العاطفي الذي صار في ملامحه وصار إليه في خطوات بطيئة ووقف يتطلع من خلالها بعض الوقت ثم استدار إليهم قائلا لقد أسعدتني تلك الهدية جدا يا قدري وإنني أعتبرها إشارة لي بالمضي قدما في انتقامي من المافيا وفي توجيه ضربة القاضية إليهم وبدأت الجولة الأخيرة جلس جروشو في حجرة مكتبي صامتا مهموما وقد شبك أصابع كفية أمام وجهه فقالت سونيا وهي تدير استوانة موسيقية هادئة لا تكتئب لهذا الحد يا جروشو إذا كنا قد فشلنا هذه المرة فلن نلبس أن ننتصر في جولة قادمة رفع عينيه إليها وغمغم في ألم متى؟ ثم عاد يهتف بغطة في عصبية متى يا سونيا؟ لقد أعددت هذه المرة خطة شديدة الإحكام لا تسمح للذبابة بالإفلات من حصار رجالي ثم إذا بهذا الشيطان ينسل من بين أصابعهم كالذئبك ويختفي عن عيوننا مرة أخرى قالت في هدوء وهي تسترخي فوق الأريكة المقابلة لمكتبه إنه لن يختفي إلى الأبد وإلا لا رحل إلى وطنه وما دام باقيا فلابد له من القيام بضربة أخرى نهض من مقعده وضرب سطح مكتبه وهو يقول في غضب متى يا سونيا؟ متى؟ وأين؟ عقدت حاجبيها وهي تقول لا يمكنك استندك خطوة قادمة لأدهم صبري إنه يضرب دائما حيث لا يتوقع ظهوره أحد ثم أرضفت في تفكير وربما كان هذا هو النسق الوحيد الذي يتبعه باستمرار ولم يكاد يتم عبارتي حتى ظهر أحد رجاله وقال هناك مفتش شرطة يطلب مقابلتك يا دون تضعفت عصبية جروشو وصحة وهو يلوح بكفيه ماذا أصاب مفتش الشرطة في هذه المدينة؟ لقد قابلت منهم في الأسبوعين الماضيين أكثر مما قابلت في حياتي كلها ثم ظفر في حنك وأرضف دعه يدخل والنرى ماذا يريدون هذه المرة لم يمضي وقت طويل حتى ظهر المفتش مارشيلو أمام باب المكتب وارتسمت على وجهه ابتسامة جافة وهو يقول مساء الخير يا سونيور جروشو أنا المفتش مارشيلو من قطعه جروشو وهو يقول في لهجة خالية من الود ماذا تريد أيها المفتش؟ ألقى المفتش نظرة فاحصة سريعة على سونيا ثم ابتسم ابتسامة خبيصة وقال هل قرأت شيئا عما حدث في نابولو بالأمس يا سونيور جروشو؟ أجابه جروشو في برود لا إزدادت ابتسامة مارشيلو خبصا وهو يقول يسعدني أن أخبرك به يا سونيور جروشو أشح جروشو بوجهه وغمغم في صخط ليست بي رغبة لذلك تجهل مارشيلو اعتراض جروشو وقال لقد نشبت مساء أمس معركة بالرصاصات بين رجال المافيا وذلك الرجل الذي يسمينه شيطان المافيا زمجر جروشو وهو يقول في غضب هذا لا يعنيني وصل المفتش وكانه لم يسمع اهتراض جروشو ولكنه أهزمهم كالعادة وفر تحت سمعهم وبصرهم أدار جروشو وجهه إلى المفتش في حدة وعقد حاجبيه وهو يهتف في غضب ماذا تريد أيها المفتش؟ أجابه مارشيلو في سرعة إنني أحاول إنهاء هذه الحرب التي تسيء إلى أمن البلاد يا سونيور جروشو هدف جروشو وهي نهض من خلف مكتبي في حدة الك القبض على شيطان المافيا هذا إذن؟ قال مارشيلو في هدوء هل تظن هذا يكفي يا سونيور جروشو؟ تضعف الغضب في ملامح جروشو واكترى في خطوات بطيئة من المفتش وتطلع في عينيه مباشرة وهو يقول هل أتيت لتخبرني هذا فقط أيها المفتش؟ لم يبدو الاضطراب لحظة على وجه المفتش بل ابتسم وقال فيه هدوء وهو يواجه زعيم الجريمة في العالم كلا يا سونيور جروشو لقد أتيت إلى هنا في مهمة رسمية لحى الاهتمام في ملامح سونية وهي تنفس دخان سجارتها في قوة وعقدت حاجبيها الجميلتين وهي تتفرص في ملامح المفتش في اهتمام في حين سأله جروشو في دهشة مهمة رسمية؟ أي مهمة هذه؟ بدأ صوت المفتش باردا كالسلج وهو يجيب فقد تلقينا بلاغا من مجهول يدعي فيه أنك تعمل لحساب جهاز مخابرات تابعا لدولة أجنبية سونيور جروشو ولكي أكون أكثر دقة فهو يقول أنك تعمل لحساب المساد توطرت أعصاب سونية وتسللت يدها في هدوء إلى حقيبتها في حين بدى صوت جروشو مضطربا ومتوترا وهو يقول المساد من أوحى لكم بهذه الحماقة يا المفتش؟ ابس المفتش في السخرية وقال ليست حماقة تماما يا سونيور جروشو ثم التفت إلى سونية وقال في صرامة إلا إذا كان لديك تفسير آخر لوجود السونيورة سونية جرهام هنا في قصرك تراجع جروشو في الزهول في نفس اللحظة التي قفزت فيها سونية وصوابت مسدسها الصغير الذي التقطته من حقيبتها إلى رأس المفتش مارشيلو وهي تهتف في حدة وشراسة؟ انتهت اللعبة يا سادة يمكنك أن تنزع تنقرك الآن أيها المفتش أو بمعنى أضاق يا أدهم صبري كانت خطوة سونية جريئة مفاجئة حتى أن جروشو لم يستطع النطق بكلمة واحدة وهو يحدق فيما يحدث بالزهول في حين ابتسم مفتش مارشيلو في سخرية وقال أيمكننا اعتبار هذا اعترافا يا سونيورا؟ أطلقت سونية ضحكة عصبية وقالت هيا اعتراف تنشد يا سيد أدهم أنت الذي ينبغي أن يعترف بالسبب الذي دعاك لمحاولة الإقاع بين المافيا والمساء تألقت عين المفتش وغمغم في انفعال يا إلهي هذا اعتراف ثاني اندفعت يد سونية إلى أنف المفتش الضخمة تجذبها وهي تقول في غضب كافة يا أدهم لقد بلغت في أداء دورك هذه المرة تصلبت الكلمات في حلقها وشحب وجهها واتجفت أطرافيها وهي تغمغ من في زهول يا للشيطان أزح المفتش مارشيلو يدها عن أنفه وهو يقول في صرامة معذرة يا سونيورا لقد ولدت به هذا الأنف وقضيت به عمري كله ولا أزنه يرغب في مفارقة الآن زل جرشوة سونية يحدقان في وجه المفتش لحظة ثم أطلقت سونية ضحكة عصبية وقالت هل عجبتك دعابتي يا يا المفتش؟ أجاب مارشيلو في برود أية ضعابة يا سونيورا سونية حدقت سونية في عيني ببرود المماثل وقالت ماذا تريد بالضبط أيها المفتش؟ ابتسم مارشيلو وقال أعتقد أنني حصلت على ما أريد يا سونيورا فاعترفين على هذه الصورة لا يمكن إهمالهما تدخل جرشوف الحديث قائلا في هدوء السونيورا سونية لم تكن شيئا أيها المفتش عقد مارشيلو حاجبيه وقال لقد سمعناها معا وقاطعه جرشوف في صرامة أنا لم أسمع شيئا ولم أقر شيئا مما تدعي ظهر الغضب على وجه مارشيلو لحظة ثم لم تلبس الابتسام الساخير أنا عادت إلى شفتيه وهو يقول ليكن يا سونيور جرشوف سنعتبر أننا لم نسمع شيئا ثم أرضف في صرامة ولكن ثق أن كل خطوة ستخطوها السونيورا السونية منذ هذه اللحظة ستخضع لرقابة صارمة فالجاسوسية تختلف تماما عن العمل الإجرامي يا دون جرشوف قال عبارته وأسرع يغادر حجرة المكتب التي ران عليها الصمت في خطوات واثقة سريعة قوية ولم يكد يختفي في الممر المقابل حتى ضحكت سونية في عصبية وقالت وهي تلوح بكفيها مجرد حديث لا معنى له أجابها جرشوف سرامة بل يحمل الكثير من المعاني يا سونية وأقلها ضرورة انسحابك من العملية والعودة إلى دولتك فورا اتسعت حين سونية وهتفت في استنكار ماذا تقول يا كاتعها في سرامة أشد إنني أعني كل كلمة نطقت بها يا سونية منذ إنشاء منظمتها المالية في سقلية مع بداية هذا القرن على يد دون كريليون حرصنا أشد الحرص على أن لا نتعرض للأمور التي تمس الأمن الخارجي لأي دولة نتغلغل فيها وأصبح هذا مع نمو الموانظمة وانتشارها ميثاقا غير مكتوب ولقد كانت هذه حكمة بالغة من دون كريليون فتحدينا للأمن الداخلي يصير حافزة رجال الشرطة والبحث الجنائي حقا ولكن إلقائهم القبض على أي فرض منا يستلزم أدلة وبراهين وتعقدات إدارية لا حصر لها تساعدنا روتيناتها على الفرار في الوقت المناسب أما من يحافزون على الأمن الخارجي كالرجال المخابرات ومكافحة الجاسوسية وخلافهم فهم لن يسمحوا باستمرار وضع يعرض دولاتهم للخطر لمجرد عدم وجود دليل إنهم في هذه الحالة يضربون بلا رحمة ويحطمون بلا هوادة كانت سونيا تعلم أن كل كلمة نطقة بها حقيقة لا تقبل الجدل ولكنها قالت في اعتراض مجرد له عقد جرشوح جميه في غضب وقال في صرامة كافة يا سونيا إنني لن أقبل منك كلمة واحدة بعد هذه اللحظة ثم نظر إلى ساعة الحائط وقال عندما تشير عقارب هذه الساعة إلى منتصف الليل تماما سأأمر رجال بقتلك إذا كنت لا تزال هنا في قصري ثم اندفع خارج حجرة مكتبه دون أن يسمح لها بنطقة حرف واحد ولم يرى تلك النظرة القاسية التي حدجتك بها قبل أن تغمغم في غضب لقد أحسنت اللعبة هذه المرة يا أدهم صبري لقد أتقنت أداء لعبتنا القديمة فرق تسد ونظرت إلى عقارب الساعة التي أشارت إلى التاسعة والنصف ثم التقطت سماعة الهاتف في عصبية وأدارت رقما خاصا وأشعلت سيجارتها بأصابع متوترة وهي تستمع إلى رانين في الجانب الآخر ولم تكاد تسمع صوتا متحدث حتى قالت في صوت خفيد واضح الحنق كهان أريد منك أن تجند كل رجالنا في روما للبحث عن أدهم صبري أريد منهم أن ينبشوا كل شبر في المدينة ويدفعوا كل الرشاو الممكنة التي تكفي لحل الألسنة ثم صاحت في غضب أريد أدهم صبري قبل منتصف الليل بأي ثمن هل تفهمني يا كهان بأي ثمن الرجل والمدينة الساعة العاشرة تماما من مساء اليوم نفسه اكتاز مدير مكتب مكافحة التجاسس الإيطالي بوابت وزارة الدفاع الإيطالية في سرع وانفعاء وأسرع نحو رهت من الرجال الذين أدوا التحية العسكرية في احترام قبل أن يسألهم المدير أين هو؟ هل ضبطتموه متلبسا؟ أشار أحد الرجال لحجرة جانبية وقال في حزم اكتسبه من العمل في هذا المجال لقد تسلل إلى هنا في مهارة مذهلة يا سيدي لقد ضبطه أحد حراس المبنى وهو يقوم بتصوير بعض الوصائق السرية العسكرية ولكنه لهم يقاوم قد بل استسلم فور ضبطه وهو يلعن جروشو مانياني في سخط عقد المدير حاجبيه وغمغم جروشو مانياني ولكن لم يصبق للمافيا قط التورد في عملية تجسس ثم أسرع إلى داخل الحجرة ووقف اللحظة يتطلع إلى الشاب القوي مفتور العضلات أسود الشعر أخضر العينين ثم اندفع نحوه وقال يسأل أحد الرجال المحيطين به هل استجوابتموه؟ غمغم أحدهم كنا ننتظر حضورك يا سيدي رفع الشاب عينيه إلى مدير مكتب مكافحة التجسس وقال في دراعة سأدلي باعتراف كامل يا سونيور وسيخافف هذا من عقوبتي أليس كذلك؟ أجابه المدير وهو يشعل سيجارته في توطر بلا شك بلا شك يا بني أريد أن أعرف أولا من أرسلك ولماذا؟ أسرع الشاب يقول سونيور جروشو يا سونيور إنها ليست أول مرة يأمرني فيها بتصوير مثل هذه الوصائق وقاطعه المدير في ظهول ليست أول مرة؟ هل تعني أنك فعلت هذا من قبل؟ لوح الشاب بكفي وكانه يدافع عن نفسي هاتفا في خوف مرتين أو ثلاث مرات على الأكثر يا سونيور أكسم لك؟ سأله المدير في خشونة ولماذا كنت تفعل ذلك؟ بدأ صوت الشاب مرتعدا خائفا وهو يقول ليس هذا من شأني يا سونيور كنت أحصل على الصور وأسلمها لسونيور جروشو أو سونيور سونيا جرهوم وقاطعه المدير في توطر من سونيا جرهوم هذي بحق السماء؟ ما لا نحوه أحد رجاله وهمس لقد تلقينا بلاغا من مجهول هذا المساء يدعي انتمائها للمساد يا سيدي شحب وجه المدير وهو يهتف في الذهول المساد يا للسماء ثم التفت إلى أحد رجاله وقال يبدو أن الأمر أخطر مما كنا نتصور يا رجال إن تورط المافيا ومع المساد أمر خطير خطير للغاية ثم أرضف في صوت مرتجف يبدو أننا سنضطر لشن الحرب على المافيا علانية هذه المرة وليرحم الله هذه المدين تطلعت موناء إلى ساعتها في قلق ثم التفتت إلى قدري الذي يجلس هادئا إلى جواريها في سيارته وقالت في توطر العشرة وعشر دقائق ترى ماذا يفعل أدم في هذه اللحظة أجابها قدري في توطر مماثل لا ريب أنه الآن يؤدي دوره في براع متظاهرا بالخوف والاستسلام أمام رجال مكتب مكافحة التجسس الذين سيعتصرناه اعتصارا تبدى الحزن في عينيه وهي تقول إنه يعارض نفسه للمخاطرة شديدة هذه المرة فطورت نفسه عمدا في قضية التجسس ليس بالأمر الهيي ارتجف صوت قدري وهو يقول هذا دأب دائما يا مونة يلوح لي في بعض الأحيان أنه يهوى الخوض في قلب الخطر ولكنه يعلم دائما ما يفعله ثم أرضف بصوت أشد ارتجافا ولكن هذا لا يمنعني من الخوف بشد هذا المساء أنني حتى فقدت شهيتي تماما خيم الصنط عليهما لحظة ثم سألته مونة ترى ماذا يفعل فيبو وسوفيا في هذه اللحظة ما التقدر شفتيه وقال سوفيا تعد بعض الطعام وتماني نفسها بعودة أدهم سالما أما فيبو فقد ذهب إلى صحيفته و قطعتهم هنا في الظهر إلى صحيفته كيف يفعل هذا دون استشارة أدهم ألا يعلم أن أحكى الرجال المافيا يعلم أنه الخيط الوحيد الذي يقودهم إلى أدهم ثم أردفت في غضب يا إلهي ماذا نفعل الآن هذا هو عيب العمل مع الهواء تفجر القلق في وجه قدري بعد أن تنبه إلى فداحة الأمر وغمغم في صوت مختنق ليس أمامنا ما نفعله يا مونة فسلامة أدم تضطرنا إلى عدم التحرك من هنا كل ما يمكننا فعله هو أن نضع الله سبحانه وتعالى أن يمر الأمر بسلام أتركت مونة برأسها وقالت في ألم نعم يا قدري هذا كل ما نملك فعله العاشرة والربع توقفت واحدة من سيرات الأجرة ما مبنى الصحيفة التي يعمل بها فيبو وهبط هو منها ونقد سائقها أجرة وأضاف إليه بقشيشة محترمة قبل أن يتطلع إلى المبنى في سعادة وحنان كعاش قطال غيابه عن محبوبه ثم تقدم نحو المبنى بخطوات سريعة وقبل أن يصل إليه اعترض طريقه فجأة رجل ضخم وقال في خشونه سنيور فيبو حزب ما أعتقد صار القلق بسرعة في عروب فيبو وصوته وهو يقول إنه أنا ماذا تريد فجأة ارتفع مسدس ضخم في وجهه وسمع الرجل يقول سنذهب معا في رحلة قصيرة تراجع فيبو في الزعر ونقل بصره في لهفة إلى حارس مبنى الصحيفة الذي أشاح بوجهه وكأنه لم يرى شيئا في حين واصل الرجل تقدم نحو وفايبو متابعا سنستقل معا تلك السيارة السوداء لتقفه نكوى اتفع فيبو فجأة يجري محاولا الوصول إلى مبنى الجريدة ولكن حارس اعترض طريقه وقال في خشونه أوراقك يا سونيور هدف فيبو في الزعر أفسح الطريق يا رجل ألا ترى أنه وقبل أن يتم عبارته هو الضربة قوية على مؤخرة عنقه فترنح ومادت به الأرض وبدت له أضواء المبنى تخب وتتضاءل ثم ساد ظلام تام العاشرة والنصف ارتجف جسد فيبو واستيقظ عقله دفعة واحدة حينما ارتطمت كمية من الماء المسلق بوجهه ففتح عينيه بصعوبة ليطالح وجه سونيا جيرهام التي نفست دخان سجارتها في وجهه وهي تقول في برود عاد ذكر أدهم إلى فيبو رباطة جأشه فغمغم وهو يقوم الضوار الذي يشعر به من هو أدهم هذا سرخ في ألم حينما أطفقت سونيا سجارتها بهدوء كامل في راحاته وكشف في هذه اللحظة فقط أنه مقيد بإحكام في مقعد ضخم وشعر بالدماء تتجمد في عروقه حينما عودت سونيا سؤالها بالبرود نفسه أين أدهم يا فيبو نفع فيبو عينيه في ألم يتأمل سونيا والرجل القصير الذي يقف إلى جوارها قبل أن يغاملهم في ضعف صدقيني يا سونيورة أنني لا أعرف من أدهم صبري هذا ظهر الغضب على وجه سونيا وأسرعت تلتقط مترقها ضخمة لوحت بها في وجه فيبو ويتصرخ في غضب هل تريد الاحتفاظ بأصابعك سليمة يا فيبو أخبرني أين أدهم صبري أو أحطمها كلها ارتجف يا جسد فيبو رعبا ولكنه تماسك وهو يقول لست أعرف من يدع قبل أن يتم عبارته هوت سونيا بالمترقة في غضب على يده اليسرى وارتج المكان بصرخة الألم والذعر التي انطلقت من بين شفتي فيبو عندما تحولت كفيه اليسرى إلى كوم من اللحم المفري والعظم المهشمة وصرخ في ألم أيها الوحوش عقد الرجل القصير الذي يقف إلى جوار سونيا حاجبيه وقال كافة يا سونيا أنت تتمادينا كثيرا هذه المرة هذا يفوق ما فعلناه في ديريا سي صحت سونيا في غضب سيتكلم هذا الرجل يا كهان سيخبرني أين أدهم صبري وإلا فسأحطم كل عظمة في جسده وأمزق كل قطعة لحم فيه أطبق كهان شفتي في حنق في حين التفتت سونيا إلى فيبو وساحت في قصوة لتتفق وملامح الفاتنة الرقيقة أين أدهم صبري يا فيبو أجيب قبل أن أحطم عظامك كلها تحول جسد فيبو إلى قطعة من الثلج من شدة الألم والخوف وتطلع إلى المترقة الضخمة في رعب وهو يستعيد كل لحظة له مع أدهم صبري مع رجل الذي أصبح محور حديث المدينة كلها اختلطت في رأسيه ذكر إنقاذ أدهم لحياته بالألم الذي أصابه من تهشم كفيه اليسرى واختلط في قلبه الألم والخزي وفي خدام مشاعره رفعت سونيا المترقة مرة ثانية وهي تصرخ في غضب أين هو يا فيبو وصرها فيبو لا سأخبرك بما تريدين ولكن لا تضربي مرة أخرى أرجوكي وسالت دموع القهر والألم من عينيه وهو يطرق مستطردا سأخبرك بكل شيء وليغفر لي الله تعلق بصر مونة وقدري بالطريق في صمت وبدت لهم الدقائق وكأنها تستغرق دهورا حتى هدفت مونة وهي تظفر في ضيق يا إلهي ألم ينتهي التحقيق معه بعد متى يقررون نقله إلى الحبس الاحتياطي؟ أجبها قدري دون أن يستطيع إخفاء توطره في هذه اللحظة كان أدهم يعلم أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا يمونة ولكنه أعد خطة هربه في مهارة فهذا الطريق الوحيد الذي يمكن اتخاذه من وزارة الدفاع الإيطالية إلى مكتب مكافحة التجسس حيث سيحتفظون به ولا رأي وأعتقد أن منطقه مقبول في أنه سيكون داخل السيارة الوسطى تتقدمه سيارة حراسة وتتبعه أخرى وكل ما علينا فعله هو قطع الطريق بعد مرور السيارة الأولى وعليه هو بمعاونتك إكمال الأمر فبدأ نتي لن تسمح لي ب قطعته منافضيك كفا يا قدري لقد رجعنا هذه الخطة عشرات المرات حتى سأنت ترديدها ثم أردفت في صوت مرتجف المهم هو تنفيذها ونجاحيها وإلا فقدنا أدهم صبري إلى الأبد العاشرة وأربعون دقيقة أشعر كهان سيجارتي ونفس دخانها وهو يلوح بكفي في عصبية قائلا لسأصدق كلمة واحدة مما نطق به هذا الصحفي المخرف قالت سونيا فين فعال وهي تتأكد من وجود رصاصاتها الذهبية في مسدسها بل ينبغي لك أن تصدق كل كلما يا كهان فمن المستحيل على رجل تعرض لكل هذا العذاب أن يبتكر في لحظات خطة منمقة ذكية كهذه تؤكد معرفته بالجهة التي ننتمي إليها وبأسلوب أدهم صبري في الوقت الزاتي ثم دسة المسدس في حزامها وهي تردف في حنق ثم أن هذه الخطة الجريئة تحمل توقيع أدهم صبري ولا رأي قال كهان وهو يتابعها في قلق في هذه الحالة لابد لنا من الانسحاب من العملية فورا فمخابراتنا لن تسمح بالتورط في قضية التجسس من أجل رجل واحد حتى ولو كان هذا الرجل هو أدهم صبري نفسه زمجرت سونيا وقلت في غضب فلتذهب مخابراتنا إلى الجحيم يا كهان سأقتل أدهم صبري ولو كان هذا آخر ما أفعله في حياتي سأقتله قبل أن ينتصف الليل صح كهان في غضب إنني أمنعك من المخاطرة يا سونيا انتزعت سونيا مسدسها في سرعة البرق وصوبته إلى زميلها وهي تقول في غضب حاول يا كهان توترت عضلات كهان وقال وهو يضغط أسناني في عصبية سأبرك إلى مخابراتنا على الفور إنك ترتكبين أكبر حماقة في حياتك يا سونيا هزت كتفيها في لامبالاة وقالت افعل ما يحلو لك يا كهان ولكنني سأرسل جسد أدهم صبري إلى مخابراتنا في صندوق دبلوماسي قبل أن تشرك شمس الغد وتغلبت شراستها على رقة ملامحها وهي تردف في صخط أقسم لك الحادي عشر تماما دا قطحت قطامنا وهتفت في الفعال وهي تشير إلى مجموعة من الأضواء تقترب في سرعة لقد وصلوا يا قدري استعد فسنقاتل هذه المرة من أجل أدهم أدرك قدري محرق سيارته وقال في انفعال مماثل إنني أطوك لذلك يا مونة وفجأة ارتفع في المنطقة صوت طلقات نارية واندفعت سيارة اعترد طريق سيارات رجال مكافحة التجسس الإيطاليين الذين ننقلون أدهم صبري إلى مقرهم وبدأ وكأن معرقة شرسة قد اندلعت فجأة على بعد أمطار كثيرة من سيارة قدري ومونة فصاحت في زعر يا إلهي هناك من يحاول انتزاع الصبق مننا يا قدري أسرع أسرع قبل أن نخسر كل شيء كان أدهم يجلس هادئا مسترخيا بين إثنين من رجال مكتب مكافحة التجسس الأشداء في حين كانت عضلاته تستعد للعمل وهو ينتظر الوصول إلى لقطة اللقاء التي أعدها مسبقا بالاتفاق مع مونة وقدري ولكنه فوجئ بالسيارة السوداء التي اعترضت الطريق وبوابل النيران الذي سقط فجأة على سيارات رجال مكافحة التجسس الثلاث كان الأمر عنيفا مفاجئا ولكن أدهم عرف منذ اللحظة الأولى أنها ليست الخطة التي أعدها ولم يكن الأمر يحتاج إلى ذكاء نادر لاستنتاج طبيعة المهاجمي كان من الواضح أن خطته قد كشفت بوسيلة ما وأن مهاجميه من رجال المافيا أو المساد أو كليهما وأن عليه في كل الأحوال أن يحاول الفرار وفجأة نفض أدهم ذلك الخنوع الذي تظاهر به طويلا ودفع رجل مكافحة التجسس إلى يمينه وهو يقول في سخرية معزر يا صديقي لقد تبدلت الأمور احتر رجال مكتب مكافحة التجسس بين صد ذلك الهجوم المباغت ومحاولة منع أدهم من الفرار ولم يظهر لهم الهجوم بقدر ما أزهلتهم تلك القصارى المفاجئة والمرونة المذهلة التي انبعثت فجأة في جسد أسيرهم الذي قفز من السيارة في رشاقة واستقبل أحد رجال المساد بلاكمة قوية ثم التقط مدفعه الرشاش قبل أن يسقط على الأرض وأطلق منه النار على المهاجمين ازداد ظهور رجال مكتب مكافحة التجسس وهم يتسألون إلى أي جانب يحارب أدهم ووصل ظهورهم إلى زروته حينما رأوا فتاة رائعة الجمال بالغة الرقة تندفع وسط النيران المتبادلة في جسارة مزهلة وتصوب مسدساً ذهبياً صغيراً إلى قلب أدهم وتصرخ في لهجة أقرب إلى الجنون الوداع يا أدهم صبري كان رجال المساد قد سيطروا على الموقف تقريباً وأكبروا رجال مكتب مكافحة التجسس المزهولين على الاستسلاء إلا أن هذا بدأ عديم التأثير على أدهم أليس تحركت قدمه في سرعة مزهلة لتركل المسدس الزهبي ثم قفز يلتقطه في الهواء وهو يقول في سخرية لم يحن وقت الوداع بعد يا عزيزتي سونيا وفجأة اندفعت سيارة فاخرة وسط الأحداث وصحت فتاح سناء من داخلها أسرع يا أدهم لم تتوقف السيارة ولم تخفض من سرعتها ولكن أدهم بدأ مزهلاً من سرعة استجابته وفي قفزته المدهشة التي ألقت به فوق سقف السيارة التي انحنت بغطة في طريق جانبي وامتزجت سرخة القهرة التي أطلقتها سونيا بتلقى الضحكة الساخرة التي جمدت الدم في عروق الجميع والتي أطلقها أدهم صبري قبل أن تختفي السيارة في الطرق المتشابكة وفي لحظة واحدة اندفع رجال المساد إلى سياراتهم على رأسهم سونيا انتلقت السيارات تحاول اللحاق بسيارة قدري التي تحمل خصمهماً لدود توقفت المعركة فجأة كما بدأت وتبادل رجال مكتب مكافحة التجسس نظرات مذهولة قبل أن يغمغم المدير في شحوب ما الذي يحدث؟ إن لم أعد أفهم شيئاً لم يستطع أحدهم إجاباتهم من شدة الظهولة التي سيطر عليهم فعقد حاجبي في غضب وقال في صرامة أعتقد أننا سنذهب من فورنا لزيارة جروشومانيا يا رجال فهو يدين لنا بتفسير لكل هذه الأحداث العجيبة وسيدلي بتفسيره ولو اضطررت لهدم قصرية على رأسه الذي يمتلئ بالغرور والغطرسة تحاوت سنيا جرهام فوق مقعد واسع ودفنت وجهها بين كفيها وانخرطت في بكاء حار في حين أخذ كهان يتحرك حوله في عصبية وهو يقول في غضب لقد حذرتك يا سنيا حذرتك من ارتكاب هذه الحماقة وهذا الشيطان قد نجح في الفرار منك وتصرعت أنت في قتل ذلك الصحفي بعد أن أدل باعترافه فلم نعد نستطيع أن نعرف منه المكان الذي يختبئ فيه أدهم صبري لقد هزمك الشيطان المصري هزمك هزيمة منكرة قالت سنيا وهي تبكي في حرارة لقد أخذ مسدسي ورصاصتي الزهبية تطلع إلي كهان لحظة في دهشة ثم عاد يهتف في صخط هل تذهب رصاصتك الزهبية للجحيم يا سنيا المهم الآن أن نسير بترحيلك إلى دولتنا فقد رأى رجال مكتب مكافحة التجاسس وجهك في وضوح وسينبشون الأرض بحسن عنك بعد قليل ما لم يكونوا قد بدأوا بالفعل صحت سنيا في تشنج هل تريد مني أن أترك رصاصتي الزهبية في يد ذلك الشيطان عقد كهان حاجبيه وهو يقول في صرامة شديدة ستتركين كل شيء يا سنيا أنني أحمل هذه المرة أمرا من مدير مخابراتنا بعودتك فورا ثم أرضف في حنق لقد قلتها بنفسك من قبل يا سنيا لا يوجد جهز مخابرات واحد في العالم يمكنه أن يضحي برجالي وقدراتي وأموالي في سبيل عملية انتقامية خاصة أن الشخص الذي تسعين خلفه لم يعود من رجال المخابرات المصرية بعد جمدت الدموع في عين سنيا وغمغمت في ألم وماذا لو كنا أنك لم تجد الوقت الكافي لإبلاغ هذا الأمر قال كهان في صرامة كلا يا سنيا ستعودين الآن إلى دولتنا وسيكون علينا أن نحن رؤوسنا هذه المرة أيضا ونعترف بالهزيمة عادت الدموع تسيير من عين سنيا وهي تقول نعترف بالهزيمة عاد كهان يعقد حاجبيه وقول في صرامة هناك مقعد ينتظرك في الطائرة التي ستقلع إلى دولتنا بعد قليل يا سنيا هتفت سنيا في ضراعة أرجوك يا كهان أجبها في صرامة لا تقبل الجدل الآن يا سنيا هذا الغضب يكسو ملامحها ونهضت ويتقول حسنا حسنا يا كهان سأرحل ثم أردفت في صخط وشرصة ولكن جولاتي مع أدهم صبري لم تنتهي بعد ويوما ما سأقتله نعم يا كهان سأقتله ابتسم أدهم صبري في صخرية وهي تأمل رصاصة ذهبية التي أخرجها من مسد السنيا وقال هي للصخرية لقد صنعت سنيا جرهام رصاصة ذهبية خصصا من أجلي يا له من تقدير عاطفي مهمة مونة في ضيق سنيا جرهام لا تدري شيئا عن العواطف إنها أفع جميلة المظهر قاسية المخبر تحك أدهم وهي يقول مداعبا ولكنها أهدتني رصاصة من الزهب الخالص يا عزيزتي ثم ألتفت إلى صوفيا وقال أليس كذلك يا عزيزتي صوفيا وحقت حاجبي ويستطرت في قلق لما تبدين ملتع إلى هذا الحد يا صوفيا غمغمت صوفيا في قلق واضح فايبو لم يعود حتى الآن كفز أدهم المقعدة وهتف في دهشة لم يعد لما لم يخبرني أحدكم بأنه غادر المنزل لقد كنت أظنه مستغرقا في النوم ثم أرضف في قلق يا إلهي هذا إذن هو تفسير معرفة سونيا ورجال المساد لخطتنا يا إلهي لقد أوقعوا به هدفت سونيا في رعب إنه لن يشي بنا إلا إذا عذبوه في قصوة رباه فايبو المسكين عقد أدهم حاجبي في غضب وعاد قلبه ينبت بالرغبة في الانتقام وهو يقول في برود مخيف لو أنهم مسوا شعرة واحدة من رأسه فسيدفعون الثمن غاليا يا صوفيا حتى ولو تردت تحطيم عنو كروشو وسونيا قطعة قطعة وفجأة تحطم باب المنزل واندفع عشر من رجال المافيا إلى الداخل وقبل أن يتحرك أدهم حركة واحدة ارتفعت فواهة المدافع الرشاشة العشرة في وجهه وعبر جروشو من ينب بالمنزل في خطوات هادئة بطيئة ثم أشعل استيجاراته في غطرسة وأبتسم ابتسامة شامتة وهو يقول في هدوء ها هو زا عنكي رهني إشارتك يا سونيور أدهم إنني لم أشأ إرهاقك فأتيت إليك بنفسي وأراهن كأن هناك عنك سيتحطم هذا المساء ولكنني أشك في أنه عنكي يا شيطان المافيا وتحطم قلب اتسعت عين سوفيا في رعب وتوترت أعصاب مونة وقدري في حين عقد أدهم ساعدي أمام صدره وقال في صرامة وبرود أين الفايبو يا جروشو اتسمى جروشو وقال في هدوء دون جروشو يا سونيور أدهم هذا هو اللقب الذي يناديني به الجميع ثم أردف وينفذ دخان سجاراتي في برود لقد طردت سونيا من قصر يا سونيور أدهم ربما كان هذا الأمر عجيبا ولكنني أراهن أنك كنت تتوقع عندما بدأت خطتك لكشفها زلت ملامح أدهم صارمة جامدة في حين نوح جروشوبك فيه في حركة متغطرصة وتابع ولقد كنت أتوقع بالطبع أن سونيا لن تستسلم فاشتريت أحد رجالها بمبلغ يسيل له اللعاب وطلبت منه أن يخبرني بكل خطوة تخطوها تلك الفاتنا الشرسة وكان الرجل متيعا للغاية ونال مكافأة ضخمة حينما نقل لي اعترافات ذلك الصحفي المسكين وطرقت أنا سونيا تخاطر بالحصول عليك واكتفيت بمراقبة المعرقة ورأيتك تفر في مهارة مذهلة فتبعتك إلى هنا قضعه أدهم في برود أين فايبو يا جروشو يتسمى جروشو في السخرية وقال لقد رحل إلى حيث الراحة الأبدية يا سونيور أدهم ولكن لا تقلق سرعا ما تلتقون به جميعا في جنة الأغبياء شهقت سونيا ويتهتف في ألم فايبو وتفجر بوركا من الغضب من أعماق أدهم واندفعت حمامه في عروقه فصرخ في صوت ارتجفت له روما كلها أيها الأوغاد ثم انطلقت قبضته كالكومبلة في وجه أقرب رجال المافيا إليه توافق رائع ذلك الذي ينشأ بين أفراد المخابرات حينما يعرف كل منهم الآخر جيدا لم يكاد جروشو يتحدث بسخرياته السخيفة عن مصرع فايبو حتى توقع قدر ومونة ما يمكنه أن يفعله أدهم واستعد كل منهم لمعاونته فورا ولم يكاد هو يحطم وجه أول رجال المافيا حتى رقلت مونة وجه رجل ثاني وألقى قدر جسده البالغ البدانة فوق ثالث وهو يقول في سخرية مع ذي رأيها الوغد هل يضايقك ثقلي؟ أما أدهم نفسه فقد انطلق كومبلة موقوته انفجرت فجأة وسط حجد من الناجس فرقلت قدمه إحدى المدافع رشاشة وأطاحت قبضته بآخر وهشمت قبضته الأخرى أنف رجل وأطاحت قدمه الثانية بأسنان آخر كان كالإعصار في هجومه وكالعاصفة في قتاله تراجع جرشو في الظهول أمام المفاجأة ثم نفض ظهوله في سرعة وأسرع ينتزع مسدسه ويصاوبه إلى أدهم مغمغما يا للشيطان رأت سوفيا جرشو وهو يصاوب مسدسه إلى أدهم ورأت أدهم ومنى وقدري يولنه ظهورهم وانطفض قلبها وهي تتصور نفسها تفقد الرجل الذي احتل قلبها بعد أن فقدت رفيق عمرها فانقطت على جرشو هي تصرخ كلا إنك لن تفعل وانطلقت رصاصة جرشو انطلقت لتستقر في قلب سوفيا التي غادت الدماء من وجيها وترنحت قبل أن تهوي أرضا أدارت الرصاصة رؤوس الجميع إلى مصدرها ورأه جرشو هو يندفع هاربا فدر أدهم على عقبيه في سرعة وحتى مفك أخر رجال المافيا ثم قفز إلى حيث سقطت سوفيا وهو يهتف لن أسمح لهذا الوغد بالإفلات هتفت مونة في ألم وهي تعود من النافذة فات الوقت يا أدهم لقد كانت هناك سيارة تنتظره انطلقت في سرعة بمجرد أن قفز داخلها ضغط أدهم أسناني في غضب وانحنى يحتوي سوفيا بين ذراعيه فتطلعت إليه بعينين نتابلتين وابتسمت في صعوبة وهي تقول بصوت شاحب لقد فعلت هذا من أجلك أجبها أدهم في حنان وحزن أعلم يا سوفيا أعلم عادت تغمغم وهي تعاني سكرات الموت لقد كنت أتمنى أن أحيى إلى جوارك ولكن مونة أفضل مني مس أدهم شفتيا بأناميله في رقة وغمغم في ألم لا تتحدثي كثيرا يا سوفيا أزحت أناميله عن شفتيا في حنان وهمست وصوتها يزداد خفوتا وضعفا بل دعني أتحدث إليك في الحظات الأخيرة يا أدهم كنت أتمنى دوما أن أخبرك أنني أنني قطعها أدهم في حنان لقد كنت أعلم ذلك يا سوفيا وأشعر به دائما افترى ثغرها عن اتسامة شاحبة وخب بريق عينيها وهي تقول في ضعف وإنما صوتها عن الارتياح هذا يكفيني يا أدهم يكفيني تماما ثم أسلمت الروح بين ذراعيه بكت مونة في حرارة وسالت دموع قدري في صمت في حين حمل أدهم جسد صوفيا وأرقدها فوق فراشيها في حنان ووقف يتطلع إليها لحظة ثم غادر حجرتها فتح درج مكتبه والتقط منه مسدس حازم فأفرعه من الرصاصات ووضع فيما صورة رصاصة واحدة نفس الرصاصة الزهبية التي انتزعها من مسدس سونيا سألته مونة في قلق ماذا تانوي أنت فعل يا أدهم دس المسدس في حزامه وتجاهل سؤاله وهو يقول في صرامة انطلقي أنت وقدري إلى المطار يا مونة وحجز سلاث مقاعد على ظهر الطائرة التي تغادر روما إلى القاهرة فجر اليوم وانتظراني حين ألحق بكم هناك ونرحل معا من هذا المكان عادت تسأله في إصرار ولكن ماذا ستفعل أجابه هو يتحرك نحو الباب في خطوات سريعة سأزور جرشو في منزله هدف قدري هو يتابعه بوصري في قلق ماذا ستفعل به توقف أدهم لحظة ثم صدر إليهما قائلا في حزم وصرامة سأقتله ثم اختفى خلف الباب قبل أن ينطق أحدهما بحرف واحد زيارة ليلية اندفعت سيارة جرشو منياني إلى ساحة قصره وتوقفت أمام القصر الشاهكة الجديد وقفز هو منها وهو يهتف سخطا أما لهذا الشيطان من نهاية ألا توجد وسيلة واحدة للقضاء عليه أسرع إليه أحد رجاله وقال في قلق واضح هناك من ينتظرك بالداخل يا دون ظلع إليه جرشو في مزيج من الدهشة والقلق وقال ومن ينتظرني في مثل أهز الوقت المتأخر لقد تجاوزت الساعة الثانية صباحا أجابه الرجل في التراب إنه مفاتش البوليس مارشيلو ومع عدد من الرجال يقولون إنهم أفراد مكتب مكافحة التجاسس وعقد جرشو حاجبي في دهشة وغمغم مكافحة التجاسس ثم أردف في غضب يبدو أن هذا الشيطان قد نجح في قلب الدنيا على رؤوسنا وأسرع بخطوات واسعة سريعة إلى حجرة مكتبه وتوقف ببابيها لحظة يتأمل رجال الذين يملؤونها قبل أن يغامل في برود مرحبا بكم أيها السادة أي ريح أتت بكم في مثل هذا الوقت إبتس المفاتش مارشيلو في سخرية في حين عقد مدير مكتب مكافحة التجاسس حاجبيه وقال في سرامة لدينا عدد من الأسئلة نريد إجابتك عنها يا سونيور جرشو لوح جرشو بزراعي في غضب وقال ليس الآن يا رجل إنني متعب وأريد أن أذهب لفراشي على الفور استداره كأنه يهم بالانصراف لأن المدير صح في سرامة كيف يا جرشو؟ التفت إليه جرشو في دهشة فتابع المدير في غضب الموقف هذه المرة لا يسمح بالانتظار ولا نتسامح فيه أبدا سأله جرشو في عصبية ماذا تريد يا رجل؟ إنني مواطن شريف لا أخالف القانون أبدا قاطع مفاتش مرشولو في سخرية تقصد أنك لا تترك دليلا عندما تفعل يا سونيور جرشو ظهر الغضب على وجه جرشو وقال المدير في سرامة شديدة قد ألقينا القبض على رجل حاول تصوير وثائق وزارة الدفاع السرية يا جرشو هدف جرشو في غضب؟ وما شأني بهذا؟ تابع المدير بنفس السرامة لقد اعترف هذا الرجل قبل أن ينجح في الفرار أنه قد تلقى أوامره منك بالذات يا جرشو شح بوجه جرشو لحظة ثم صاح في حنق إنها خدعة لشأني لي مطلقا بقضايا الجاسوسية لا ولم ولن يرتبط اسمي بها أبدا غبغب مرشيلو ساخرا لقد ارتبط بالفعل يا سونيور جرشو لقد أثبتت التحريات أن الفتاة التي تقيم هنا والتي تدعى سونيا جيرهام هي نفس الفتاة التي عاونت الجاسوس على الهرب هدف جرشو في عصبية؟ لقد ترطها أم المفتش مرشيلو برأسه إيجابا وقال نعلم ذلك يا سونيور جرشو ونعلم أيضا أنها غادرت روما بجواز صفر دبلوماسي قبل أن نقع بها ثم أرتفع عينات تقلقان خبسا هل تعلم إلى أي دولة كان ينتمي جواز الصفر هذا يا سونيور جرشو لوح جرشو بكفيه صائحا في عصبية هذا لا يعنيني فقد كانت مجرد ضيفة ولم تكت تجلب المتعب حتى أسرعت بطردها نهض مدير مكتب مكافحة التجاسس فجأة من مقعده وتقدم من جرشو قائلا اسمع يا جرشو ملياني إذا كنت تتصور أنك تستطيع لعبس بأسرار دولتنا كما تعبس بأمنها فأنت واهم لقد أيقنا من خيانتك للبلد الذي تقيم فيه وحتى لو لم تتوفر الأدلة فلنسمح لك بالاستمرار في ذلك صاح جرشو وقد شحب وجهه وغصت منه الدماء أنتم مخطئون سأطلب من محامية الخاص مقاضاتكم لهذا الاتهام صاح المدير في غضب إصغ جيدا يا جرشو كلنا نعلم أن فرار الجاسوس قبل تدوين أقوالي وتسجيلها يمكنك أن يبرق ولكنني أقسم أنك لن تستمر في فعلك الدنيئ هذا حتى ولو اضطررت لقتلك بنفسي اتسعت عين جرشو في رعب عجيب وهي تطلع إلى النافذة الذي تقع خلف الرجال ولم يلبس سر فزعه أن تبين حينما ارتفع من النقطة التي يحدق فيها صوت أدهم صبري يقول في برود دعا عنك هذه المهمة يا سيدي سأتولاها بنفسي سيد الصمت بدل رحزات والجميع يحدقون في ظهول في وجه أدهم صبري الذي يصوب إليهم فوهة مدفع رشاش إلا أن هتف مدير مكتب مكافحة التجسس في دهشة من أنت يا سونيور ولماذا تقتحم المكان وتهددنا على هذا النحو أجابه أدهم في هدوء لا يخلو من الصرامة ألا تعرفني يا سيدي أنا رجل الذي تطلقون عليه اسم شيطان المافيا هتف مرشيله في انفعال وعينات تقلقان في شدة أنا أعرفك يا شيطان المافيا إنني أحفظ صورتك منذ ظهرت على شاشة التلفزيون كان الانفعال يتملك الجميع وهم يتطلعون إلى الرجل الذي شغل إيطاليا كلها وبدأ هذا الانفعال واضحا في صوت المدير وهو يقول ماذا تريد يا سونيور أشار أدهم إلى جرشو وقال في صرامة وغضب أريد هذا الوغد يا سيدي صح جرشو في عصبية ألا تعرفه أيها المدير إنه رجل الذي انتح لشخصية الجاسوس في محاولها لتوريتي في الأمر نقل الجميع أبصارين بين أدهم وجرشو ثم غمغم المدير في شك وحيرة ولكنه لا يشبه أبدا يا سونيور جرشو صح جرشو في توطر وهو يلقي جسده خلف مكتبه فوق مكعده العنيق إنه خبير بفن التنقر أيها المدير تذكر هذا انبثق فجأة سؤال في زهن المدير فأسرع يلقيه قائلا كيف وصلت إلى هنا يا شيطان المافيا أجابه أدهم في حزم لكل وسائله الخاصة أيها المدير غمغم جرشو في سخرية أثرت دهشة الجميع نعم يا سونيور أدهم لكل وسائله الخاصة ثم قفز فجأة من خلف مكتبه وألقى شيء أن يشبه ثمرة الأنانس الصغيرة نحو أدهم وهو يصرخ وهذه وسيلتي يا سادة لم يخطئ أحد الحاضرين معرفة ذلك الشيء فقفز رجال مكتب مكافحة التجسس إلى الخلف وهتف المفتش مارشيلو في الظهول يا إلهي إنها كنبلة كنبلة من زوعة الفتيل سينسفنا هذا المجنون جميعا الرصاص الأخير رأى أدهم الكنبلة ويتندفع نحوه حامل الموت في طياتها ورأى جروشو وهو ينطلق هاربا من مكتبه وكان عليه أن يختار ما بين إيقاف جروشو أو الكنبلة واتخذ أدهم قراره في سرعة المزهل نقل المدفع الرشاش إلى يده اليسرى وقفز في رشاقة يلتقط الكنبلة في راحاته اليمنى ثم ضار على عقبيه في خفة وألقى الكنبلة من النافذة واندفع خلف جروشو في نفس اللحظة التي انفجرت فيها الكنبلة في حضيقة القصر كان جروشو يعد في سرعة مزهلة وكأنما بعث الرعب في جسده قوة إضافية وصاح وهو يقفز في سيارته شيطان المافيا يطاردني يا رجال أوكفو أقتلوهم جميعا شهر رجال المافيا مدفع من رشاشة واندفعوا يسدون الطريق في وجه أدهم صبري في حين أطلق جروشو لسيارته العنان هاربا من القصر ولكن أدهم صبري كان في هذه اللحظة كتلة من الغضب كان غضبه قد أمل عليه قرارا بأن لا يوقفوا شيء أي شيء وفوجئ رجال المافيا بأنهم لا يقاتلون رجلا واحدا بل كتيبة كاملة من المقاتلين الأشداء أذيبت كلها وصبت في جسد رجل واحد رجل يدعى أدهم صبري بدأ أدهم كبط الأسطوري وهو يتفادى رصاصات رجال المافيا وينطلق نحوهم في جسارة مزهلة وهو يطلق مدفعه رشاش في مهارة وتراجع رجال المافيا أمام رجل واحد رجل كالكمبلة لم يكاد صوت الرصاصات يرتفع حتى صاح مدير مكتب مكافحة التجسس يا إلهي إنه قتال على نهازه المرة انتزع رجالي أسلحتهم وزهرت الصرامة في ملامحهم في حين كان مارشيلو أول من اندفع خلف أدهم ومسدسه مشهور في يده وهو يقول في سخرية كم تمنيت هذه اللحظة؟ انطلق بدوره يطلق رصاصاتي على رجال المافيا ورآهم لدهشاته يتراجعون أمام أدهم الذي قفز داخل سيارة أخرى وانطلق بها خلف سيارة جروشو فاندفع مارشيلو بدوره إلى سيارة ثالثة واطلق النار في طريقه على مهاجميه وإشعى مفك آخر بلاكمة صاحقة قبل أن يشترك بدوره في المطاردة تاريكان رجال مكتب مكافحة التجسس يتبادلون النيران مع رجال المافيا وهو يحدث نفسه مغمغما في الفعال اشحز حواسك كلها يا مارشيلو فيبدو أنك ستشاهد الجولة الأخيرة من ذلك الصراع الرهي متاردة مجنونة تلك التي دارت في شوارع روما ذلك المسه كان جروشو ينطلق بأقصى سرعة تستطيع سيارته الانطلاق بها غير مبالي بمن يفيرون من أمامه ومن يرتطم بهم ويلقي بهم على جانبي سيارته وخلفه كان ينطلق أدهم في سرعة خرافية وكأنه يقبر سيارته على تجاوز سرعة القصوى وكان جروشو يفسح له في الطريق بسيارته لينطلق هو في شوارع خلط من المرة وخلفه وعلى مسافة قريبة نوعا انطلق مارشيلو متاردة ثلاثية عجيبة لم يستطع رجال الشرطة أنفسه من لحاق بها حتى تجوزت السيارة الثلاث حدود المدينة وانطلقت في الطريق الخارجي اقتربت سيارة أدهم من سيارة جروشو الذي حاول عبسا زيادة سرعته ولكن أدهم كان يقود كشيطان ثائر ولم تلبس السيارتان أن التقيت عند أول منحن مام جروشو في غيز هي للرجل أي قوة تلك القادرة على تحطيمه ثم مالها فجأة خارج الطريق وسط أطلال أثرية قديمة واندفع بينها قبل أن يوقف أدهم سيارته ويعود للانطلاق خلفه كان جروشو يندفع بين الأطلال ويدور حولها في مهارة عالية تؤكد أنه يعرف المكان ويألفه جيدا في حين كان على أدهم أن يبطئ من سرعاته نسبيا ليتفادى الارتطام بأيا منها فتألقت عين جروشو في ظفن وهتف في شماتة هنا تخسر أيها الشيطان لم يكد يتم عبارتي حتى أصدر محرك سيارته حشرجة عجيبة فانتقلت عينها في الظعر إلى لوحة الإرشادات في السيارة وشحب وجهه وهو يغمغم يا للشيطان لقد نفد الوقود دون أن أشعر كفز من السيارة في الظعر وانتزع مسدسه هو يتطلع في رعب لأضواء سيارة أدهم التي تقترب منه في سرعة ورفع فوهة مسدسه نحوها وأطلق النار اختركت رصاصات جروشو الزجاج الأمامي لسيارة أدهم قبل أن ينطلق جروشو عدوا وسط الأطلال فأوقف أدهم سيارته وقفز منها لينطلق خلفه كان جروشو يجري وكأن شياطين الأرض كلها تطارده وكان أدهم يتابعه في إصرار فيدور خلف بعض الأطلال ويقفز فوق بعضها الآخر حتى اختفى جروشو وسط مبنى نصف متهدم فتوقف أدهم لحظة ودار بعينيه في أرجاء المكان ثم عقد حاجبيه وغمغم في سرامة حسنا يا جروشو لقد اخترت أرض الصراع وسأختار أنا النهاية أخذ جروشو يلهس من فرط الإنفعال والتعب وهو يختفي خلف أحد حوائط المبنى وارتفع الدقات قلبيه في قوة وهو يحاول حبس أنفاسه ويقفض على مسدسه في توطر هامسا في عصبية أين زهب هذا الشيطان لقد ساد الصمت في المكان كله وعاد يرضف وهو يرتجف غضبا أين زهب كفز من مكانه وسقط مسدسه بين قدميه وجمدت الدماء في عروقه حينما سمع صوت أدهم الصارم يقول خلفك أيها الوغد صدر جروشو في رعب ورفع ذراعيه إلى أعلى وصح في صوت مرتجف الرحمة يا سنيور أدهم الرحمة لم ينطق أدهم بكلمة واحدة وقف ثابتا صارما يصوب مسدسه إلى جروشو ورأى جروشو برودة الثلج في عيني أدهم واجتم رائحة الموت من فوهة مسدسه فخر ساجدا على ركبتيه وضم كفائه وهتف في ضرع أرجوك يا سنيور أدهم أن أكره الموت لم يتحرك أدهم قيد أنملة ولم تهتز في جسدي شعر واحدة كان تذكر سلسلة الموت التي ارتبطت بصراعي مع الموفي تذكر تحطم كف قدري مصرع حازم مقتل مستورياني تذكر موت فايبو وحنين عيني سوفيا ويتلتقط أنفاسها الأخيرة اختلطت ذكرياتي بصرخة جروشو لا تقتلني يا سنيور أدهم وفجأة كفز جروشو نحو مسدسه والتقته ثم أضرف وهته نحو أدهم وصرخ سأقتلك أنا وشك صوت رصاصة سكون الليل رصاصة استقرت بين عيني زعيم المافيا بين عيني جروشو منياني ولم تختلق عضلة واحدة في جسد أدهم حينما سكت جروشو سريعا تحت قدمي كل ما فعله هو أنه رفع المسدس الذي أطلق منه الرصاصة إلى عينيه وتأمله في هدوء كان المسدس يحمل اسم حازم والرصاصة تحمل توقيع سونيا جرهام نعم رصاصة سونيا الزهبية هي التي استقرت في رأس جروشو وسلبته الروح أخيرا عصرت الرصاصة الزهبية على مستقر لها وفيه هدوء عجيب انحنى أدهم ووضع المسدس الفارغ الذي يتصاعد الدخان من فوهته على صدر جروشو واعتدل واقفا ورفع عينيه إلى السماء وتمتم في ارتياح فلتستقر روحك في السماء يا حازم لقد انتقمت لك انبعث من أمام دخل البناء المهدم صوت هادئ يقول هذا لا ينفي أن ما فعلته يعد في القانون جريمة قتل عمد مع صبك الإسرار والترصت يا شيطان المافيا استدار أدهم إلى مصدر الصوت في لا مبالاه ورأى المفاتش مارشيلو الذي يصوب إليه مسدسا ضخما وقد تقلق في عينيه الانتصار الختام ارتفع صوت المزيع الداخلي في مطار روما يطلب من ركاب الطائرة المتوجهة إلى القاهرة الاستعداد وبدأ صوت مونة مفعما بالقلق وهي تقول لقدري أدهم لم يصل حتى الآن يا قادري إنني أكاد أموت قلقا هما هو قادري في صوت يفوقه توطرا سننتظر حتى آخر لحظة يا مونة من يدري ترك ركت الدموع في عين مونة ولا واحد بكفاه ويتقول كان ينبغي أن نطيع وزيه المرة فلقد كان يعاني غضبا شديدا أخشى معه أن لا يحسن القتال تم تم قادري أدهم يقاتل بكفاءة كاملة في كل الأحوال هتفت مونة وقد بلغ توطرها مبلغه لماذا تأخري إذن لماذا؟ استرخ أدهم في المقعد المجاور لمارشيلو التي انطلق بسيارته في سرعة نحو مطار روما تاركا أدهم نهبا لأفكار شتى فقد تصور في البداية أن مارشيلو سيلق القبض عليه بتهمت قتل جروشه مانيان ولم يكن هذا يعنيه بعد أن حقق انتقامه ووجه ضربته القاضية الأخيرة للمافيا ولكنه فوجئ بمارشيلو يعيد مسدسه إلى غمده ويقول في حماس هيا يا رجل أفضل ما تفعله الآن هو أن تغادر البلاد فورا لم يفهم أدهم سر تصرف مارشيلو خاصة أنه قد كان يعلم أن مفاتش الشرطة هذا شديد الإخلاص لعمله لم يفهم ولكنه لم يعترض كان مارشيلو يقوده إلى المطار وكأنه يعرف تفاصيل الخطة التي وضعها أدهم لهروبي بعد انتهاء مهمته زل صامتاً مسترخياً حتى لاحت أضواء المطار فسأل المفاتش فيه هدوء لماذا فعلت ذلك أيها مفاتش ابتسم مارشيلو غمغم هل تقصد لماذا أعاونك على الفرار أو ما أدهم برأسه إيجاباً فعاد مارشيلو يبتسم ويقول هل جننت يا رجل أكد تريد مني أن أتلقى سخط إيطاليا كلها كلا يا صديقي إنه لن أحمل على كتفي عرق القاء القبض على شيطان المافيا الذي بعثها السعادة والأمل في قلوب الإيطاليين جميعاً ثم أرضف في سخرية فيما عد رجال المافيا بالطابع غمغم أدهم في هدوء أهذا هو السبب الوحيد امتلأ صوت مارشيلو بالحمس وهو يقول ألا تدري ماذا فعلت يا سنيور أدهم لقد حطمت وحدك أستورة المافيا التي أنشأها دون كريليون على دماء الأبرياء أنت وحدك صحقت سلالتي كلها دون ريكاردو كاميلو مايكل كارلو وحتى رجل الوحيد من خارج الأسرة الذي كان يمكنه تزعم المنظمة لقحت فيه على يديك منذ لحظات لقد حطمت أسوأ أسرة في التاريخ يا رجل ولم يعد باقيا من سلالة دون كريليون سوى ابنته كارولينا ولا أظن أنها تصلح للزعامة صمت لحظة سمعادة يردف بمزيد من الحماس لقد مزقت وحدك ذلك السطار الأسطوري المخيف الذي أحاطت به المافيا نفسها على مر السنين يا سونيور أدهم لقد أثبت أن المافيا ليست وحشا لا يمكن هزيمته لقد أظهرت ضعفها وهذا أمر بالغ الأهمية غمغة ما أدهم المافيا أكبر من أن يهزمها رجل واحد أيها المفتش إن رجالها ينتشرون في كارات الأرض الست هاتف مارشيلو مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة يا سونيور أدهم ولقد وضعت أنت أقدامين على الخطوة الأولى ثم أردف وهو يوقف السيارات في ساحة المطار وصدقني إنها بداية النهاية للمافيا وستثبت لك الأيام حسن تقديري للأمور هبط أدهم من السيارة ووقف لحظة تأمل المفتش مارشيلو ثم مد يده يصافحه وهو يقول كيف يمكنني أن أشكرك؟ هز مارشيلو كتفيه وقال بقى لا تسمح لهؤلاء الأوغاد باقتناصك بعد أن حطمت زعيمهم يا سونيور أدهم هيا امدي بسلام إلى وطنك ابتسم أدهم وقال في هدوء وامتنان لن تهزم إيطاليا ما دامت تضم رجالا مثلك يا مارشيلو ابتسم مارشيلو بدوره وقال أسرع حتى لا تفوتك الطائرة إلى اللقاء أو ودعني يا شيطان المافيا ابتسعت ابتسامة أدهم ويقول اسمي أدهم يا صديقي أدهم صبري تقلق الإعجاب في عين مارشيلو وتمتم في انفعال أسرع إلى طائرتك إذن يا أدهم صبري وقف مارشيلو يتابع أدهم ببصريه وهو يدخل إلى قاعة المطار ورأى منا وقدري وهم يندفعان نحوه في سعادة غامرة وظل يرقبه في اهتمام وكأنما يقوم على حراسته حتى حلقت الطائرة في طريقها إلى القاهرة هنا فقط تنهد مارشيلو في ارتياح وغمغم وهو يتابع الطائرة ببصري ودعني يا شيطان المافيا ودعني يا أدهم صبري أيها الرجل الذي أثار إعجابي لأول مرة منذ سنوات وسنوات ودعني يا من سأطلق عليه في أعماقي دوما لقبا يلقبه لقب رجل المستحيل تمت بحمد الله اشتركوا في القناة